صباح الخير تعالنا نتكلم ده في الفيديو ده عن الهايمينوليباس نانا من هي الهايمينوليباس نانا؟ الهايمينوليباس نانا دي الدودة الشريطية القزمة دوار في تيب ويرب لان هي صغننة دودة شريطية ولكنها بتاع 3 سنتي بس بتعيش في سبول انتستم بتاع البني ادم وبالذات الاطفال الصغيرين ايش معنى؟ هي ممتشرة جدا في اطفال المدارس لان هي دودة الاج بتاعتها انفكتف فهي هاي الانفكتف وبتنتشر بسرعة لو جات لطفل واحد في الحضانة الحضانة كلها تعادت لو جات لطفل واحد في المدرسة حنقفل المدرسة لو جات لواحد في البيت حنعالج البيت كله يبقى هي هايلي انفكتشوس لان الاجز بتاعتها انفكتف من كبال منتشرة في الفيران مقدر تنقل العدوى بسهولة للاطفال اللي بيلعبوا في الحاجات اللي متخزنة او المخزن اللي فيها فران بتجري وبتلعب فتقدر تجيلهم ايه عن طريق هذه الفيران زي ما اتفقنا الهايميلوليبس نانا هي دودة شريطية سغننة 3 سنتي دوار في تيب ورم قزمة وبتعيش برضو في الاطفال السغننين والريزرفار هوست المهم بتاعها هو مين هو الفار تعالى نتعرف على قصة حياتها تبدأ قصة حياتها بالديفينيتف هوست اللي هو العائل الاساسي اللي عايش فيه الدودة الكبيرة الدودة الادلت ورم اللي عادة في اسمه الانتستين اللي هو مين البني ادم والفار يبقى انا عندي مين بني انك امريفوس البني ادم والفار هم الاتنين بتعيش الدودة القاعدة في اسمه الانتستين بتاعتهم هذي الدودة قاعدة في اسمه الانتستين تاكل وتشرب بموصول وزي الفل وتنزل بيض الاجز بتاعتها بتنزل مع السطول جاهلا تعمل بني ادم والفار هذه الاجز جاهزة تماما ان هي تعمل إنفكشن يبقى نظلة مع السطول البني ادم والفار تعدي مين؟ بني ادم وفار يبقى مين الانترميدية هوست برضو؟ هو برضو البني ادم وفار هتخش جوه المعدة السمول انتستن بتاعت البني ادم وبعد كده هيتفقس ويطلع منها كاتكوت هذا الكاتكوت هيخترق الميوكوزة بتاعت السمول انتستن يقعد فيها اسبوع يكل ويشرب ويتحول للارفالستيج اسمه سيستي سيركويد نانا سيستي سيركويد نانا بعد اسبوع يبقى السيستي سيركويد نانا ده وجاهز ان هو خلاص يبقى اضلت ورن يروح سايب الميوكوزة ونازل في اليوم بتاع السمول انتستن ويتحول الى اضلت هايمين ولباست نانا وتوتا توتا خلصة الحدود لما الحدودة بتاعتي بتتلخص في اننا هم هم نفس الهوست بتاعي البني ادم الدودة عايشة في السمول انتستن بتاعته الاكز بتاعتها بتنزل متور وجاهزة نهاية تعمل انفكشن تعدى بني ادم اخر تنزل في السمول انتستن تعد في الميوكوزة لمدة اسبوع تتحول الى سيستي سيركويد نانا بعد اسبوع السيستي سيركويد نانا يسيب الميوكوزة وينزل ليوم ويتحول الى اضلت ورن هايمينولبس نانا من هزيه اللييف سايكل انا عندي الديفينيتف هوست هو البني ادم والريزرفار هوست هو الفار طيب الهبيتات فين زي ما اتفقنا بتاع اي سيستوده الهبيتات بتاعها هي الانتستن الانفكتف استيل الانترميديات هوست عندي برضو البني أدم الفار بأكت أز انترميديات هوست ليه؟ أنا اشتغلت انترميديات هوست لمدة أسبوع السيستي سيركوها يدعاش في جسمي لمدة أسبوع فكنت المدة أسبوع إيه؟ انترميديات هوست وبعد كده اشتغلت الانفكتف ستيج بتاعتي هي مين؟ هي الأج طب والدايجنوستيك ستيج الأج برضو هي دي لنزلة في الستول بشخص بيها وهي برضو الانفكتف ستيج طب الأج بتاعتي نزلة في الستول جاهزة انها تعمل انفكشن يبقى داي يفدني بايه يفدني ان انا هنقل الانفكشن على نطاق واسع انا هعمل انفكشن للناس كلها ويفدني ايه كمان اوتو انفكشن اوتو انفكشن انا هعدي نفسي الاج دي نزلة جاهزة انها تعمل انفكشن انا دخلت الحمام ما غسلتش ايدي الاج تبقت على ضغفري اكلت بعد كده نزلة الاج وده اللي بيخلي الدزيز ده منتشر في الاطفال ايه بقى اللي مخليه منتشر في الاطفال رقم واحد عندي ريزيرفور غسط مهم جدا اللي هو الفار والفار ده منتشر ده عايش حواليا هي مصر فيها فران ده هي مليئة انا فران يبقى دي اول حاجة تاني حاجة ان الاج بتاعتها بتنزل ماتيور تعمل اوتو انفكشن والاوتو انفكشن يعمل هايبر انفكشن فالعيان بيفضل عيان لفترة طويلة وبينزل كميات كبيرة من الاجز الاجز دي انفكتف فنحا عدي كل اللي حواليا لو ترمى مفيش بيرزن الهايجين وفي الاطفال الصغيرين صعب انك تسيطر على اي حاجة زي دي يبقى عشان كده هي ايه منتشرة على انطاق واسع في الاطفال هذه اللايف سايكل بتاعت الهايمنوليبة سنانة اللي حصلت قدامي دي بنسميها الدايريكت سايكل هو في اندايريكت سايكل قالك اه قالك الاج بتاعت الهايمنوليبة سنانة اللي بتنزل مع الستول بتاع الفار او بتاع البني ادم مش انفكتف للفار والبني ادم بس ده فيه كائنات اخرى ممكن تتعيدي بيها مين الكائنات دي قالك ان انا ممكن قعدي اللارفة بتاعت البراغيت والخنافس لارفة ايه يا اخويا البراغيت والخنافس يعني العيلة الصغيرة بنت البراغوتة الصغيرة قبل ما تبقى براغوتة كبيرة وبنت الخنفسة الصغيرة قبل ما تبقى خنفسة كبيرة هذه اللارفة بتحب الاجز بتاكل الاج فبعد ما تاكل البيضة بتاعت الاجشنانة تتحول جوها جسمها إلى سيستي سيركويدنانا اللارفة بتاعت البرغيت والخنافس استيتشو كده خامل مالهاش لازمة في الحياة هتلاقي قاعدة كده في الراكن مالهاش دعو بحد فما بتتكلش محدش بيقرب لها بعد كده تكبر وتبقى برغوتة كبيرة أو تبقى خنفسة كبيرة وستيل جواها مين السيستي سيركويدنانا يبقى السيستي سيركويدنانا حيفضل عايش في جسم اللارفة بتاعت البرغوتة والخنفسة الحد ما تبقى كبيرة أضلت برغوتة وخنفسة لما يبقى كبيرة بقى أضلت برغوتة وخنفسة ممكن هما كأضلت يكون تمينة الأكل بتاعي فأنا أكل الأكل ده أكسيدنتل أكل برغوتة وأنا مش واخد بالي أكل خنفسة وأنا مش واخد بالي جواها السيستي سيركويدنانا فتجب لي الانفكشن بالسيستي سيركويدنانا وده اللي بنسميه الانبيريكت سايكل والانفكتف استيجي في الحالة دي بتبقى السيستي سيركويد نانا والانترميديات هوست بتاعت بتبقى اللارفة بتاعت البراغيت والخنافس الفليز والبيتل يبقى في اللايف سايكل دي مين الديفينيتف هوست البني آدم مين الريزرفوار هوست اللي في دودة كبيرة الفار مين الانترميديات هوست البني آدم والفار واللارفة بتاعت البراغيت والخنافس طيب مين الانفكتف ستيج الأج والسيستي سيركويد نانا لأن الأج في الضيريك تسايكل والسيستي سيركويد نانا في ال�querín دائريك تسايكل دي على فكرة منتشرة في الأطفال عادي وما الأطفال مش سهلة قوي يأكلوا الحاجات دي وسط الأكل بيخسلوا قديهم قوي بيخسلوا الأكل ولا ممكن يأكل خضار وفاكها مش مخسولين سهلة قوي يشربها مع الميت يباية حاجة بتحصل مش ما بتحصلش وبتحصل بكثير في الأطفال طيب تعالوا بقى نشوف العيان بتاعها هاي منقول لك بس أنا ده التفل الصغران ده هيجي يشتكي باين قال لك اول حاجة زي كل السستودات اتفقنا كل السستودات بيشتكيهم اولا هو ممكن لو العيان ده عنده كمية قليلة من الديدان ما يشتكيش يعني ممكن ما يشتكيش لكن لو عنده عدد كبير وده الغالب الغالب ليه مش احنا لسه متفقين ان فيه auto infection والauto infection هيعمل لي hyper infection يعني hyper infection يعني كمية الديدان حديد قوي جوا جسمي لان كل بيضة جديدة ببلعها بتعملي دودة كبيرة وتديني بيض بعدين اكلهم دودة كبيرة بيض دودة وهكذا يبقى انا عندي كمية الديدان كبيرة heavy infection فحيبقى الطفل ده عنده intestinal disturbances في صورة ايه نوزيا وفومتنج وضيارية عمل يرجع وبطنه وجعاه وفيه مغس على طول في بطنه عنده مغس على طول متعبان طيب العيان ده ممكن الدودة تاكل اكله ويخس قال لك مش كتير قوي مع النانا لان هي صغيرة مهما كان هي قزمة 3 سنتيمة هيش زي العملقة اللي فاته يبقى هنا intestinal manifestations مش هتوصل لل loss of weight ولا hunger pains هيبقى بس النوزي وفومتنج وأبدوم نالكوليك وإيه ودايري nervous manifestations بقى بتبقى مع الاطفال مؤثرة جدا لان التوكسيك باي برودكت تاعت الورب دي ممكن تخلي عنده انزوميا ما بينامش كويس ممكن مصدق على طول convulsions وبتبقى منتشرة في الاطفال ان يجي لهم convulsions يعني كتير قوي بيجي لهم تشنوجات مع الاتشنانا وكتير ان هو بقى كمان ايه يبتدي يتراجع في المدرسة يعني هو يبتدي بقى ايه بيطول اللي مش عارف ينام انزوميا فبقى مش مركز الصبح مأثر على قدراته العقلية يبتدي يتأخر شوية في التحصيل الدراسي عند الاطفال بقى intestinal disturbances neurological manifestations كنا بنحط بعد كده intestinal obstruction هتحط مع الننا intestinal obstruction لا الهاي من الليبة سنانة 3 سنتي ما تعملش intestinal obstruction يبقى الهاي من الليبة سنانة هم كلمتين intestinal disturbances and neurological manifestations وشكرا طيب هشقصها ازاي قالك اول حاجة طفل صغير عنده شوية digestive disturbances متأخر في الدراسة بيجي لهم convulsions يبقى ده هشك ان هو هيمينو الليبة سنانة هعمل له الاناليسس هلاقي ايه حلاقي البيضة الاج ان ستول هزي الاج بتاعتها ان ستول هتلاقيها ايه مدورة وليها اتنين شل انتشع دايرتين جوا بعض جواها هكسا كانت هونكوسفير فيه ست شوك جواها ما بين الدايرتين عندها شعر مش قرعة عندها شوية filaments نسموها filaments يبقى هي عندها بولر تيكننج طالعة من الدايرة اللي جوا وما بين الدايرتين ما بين الاتنين شل هتلاقي فيه شعر طالع منها من ساميها filaments علاجها زي السستود برازي كوانتال وهو ده او نيكلوزامايل ثواني بقى احنا كنا في السستود قبل كده في التانية وفي الديلاتة مقلتلك هتدي شاربة هنا مش هندي شاربة بس هندي ايه هندي حكتين مهمين قوي 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 ليه؟ عشان انا هكرر العلاج بعد العشرة ايام ليه؟ علشان ممكن يكون لسه فيه سستي سيركويد قاعدة في الاصاب ميكوزة او قاعدة في الميكوزة ولسه متعرضتش للعلاج ما عنده عمال كل شوية يأكل بيضة وتحاول لسستي سيركويد يأكل بيضة تحاول لسستي سيركويد ولسه هتديني قضل تورم عنده اوتو امفكشن يبقى انا بعد عشرة ايام هكرر له الجرعة تانية عشان خاطر اللي كانت لسه قاعدة في الميكوزة ما نزلتش تبقى نزلت خلاص وايه؟ متتعرض للعلاج يبقى لازم تكرر له العلاج هعالج البيت كله لان البيت كله حتى لو ما بيشتكيش اتعادة احنا اتفقنا ان هي ممكن تبقى قاسم لو مش هي في امفكشن هي بتقدر تعمل بكترة اوي في الاطفال الصغيرين بس مش اوي في الكبار بس الكبار ممكن يكونوا ستيلة عدو وهم بالتأكيد مية في المية عدو لان هي هايلي انفكشوز منهم اتعادوا منهم ما بيشتكوش فممكن يبقوا سورسي للعدوى تاني بعد ما الطفل يخفي يرجاعوا هم يعدو تاني فانا لازم اعالج العيلة كلها مع بعض ولازم العيلة كلها تاخد العلاج مرة واثنين المرة التانية بعد عشر طيام عشان خاطر الاوتوينفكشن طب تعالنا نمنع نمنع بقى ايه؟ هزيه الاتش نانا اول حاجة مستريتنت اوفيشنس انا سهلة عليها جدا ان اجيب شوية ودي جرعة اصول عليك بتاعه جرعة واحدة ودي جرعات الاطفال في المدارس يبقى في المنطقة اللي انا عارف ان فيها هايمنوا لابا سنانا ادي ماس تريتمنت للاطفال طيب بعد كده قالك بقى انا عندي فران وبراغيت اقضي عليهم يعني يا ريت تقضي عليهم احنا مش عايزينه بس من فضلك وانت بتعمل فليس كنترول ورودنت كنترول هتعمل فليس كنترول الاول وبعدان اللى الرودنت كنترول ميش معنا؟ انا لو عملت الرودنت كنترول الاول موت الفران البراغيت مش هتلاقي حد تقض علي muchas لازم تبقى البراغيتش لو انا موتت لها الفر تمتلك هتجيلي اللي ا 900 البراغيت الاول مبيد للبراغيت لدى ارش مبيد للفران كسي كل ابete humano أنا حواعي الناس بأهمية البرزون الهاجين وغسيل اليدين قبل الأكل وبعده خصوصا في الأطفال اهتمت ببرزون الهاجين بتاعهم الانفيرومينتال سانيتيشن أنا أحافظ على نظافة البيئة المحيطة